وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة أصفرت جهود الوزارة خلال شهر عن ضبط 7.615 قضية اتجار وتعاطي مواد مخدرة بإجمالي يصل إلى 8.428 متهما وزارة الداخلية تواصل ضرباتها الأمنية القوية والحاسمة ضد العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة وتنجح في إحباط العديد من محاولات الجلب والتهريب لإغراق البلاد بتلك السموم القاتلة ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وضبط العناصر المتورطة في هذا النشاط الإجرامي وهو ما يجنب البلاد من آثارها وتداعيتها السلبية على المجتمع واقتصادياته ويحمي الشباب من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان وقد سطرت الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في هذا الإطار حيث تمكنت خلال شهر من ضبط 7.615 قضية من بينها 6.778 قضية إتجار في المواد المخدرة و 837 قضية تعاطي مواد مخدرة ضبط خلالها 8.428 متهماً وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة من ضبط أكثر من 6 أطنان من مخدر البانغو ونحو طنين من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين تازن أكثر من 224 كيلو جرام كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 108 كيلو جرامات من مخدر الإستروكس والشابو وضبط ما يقرب من 7 كيلو جرامات من مخدر الأفيون وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط نحو 132 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وأكثر من 21 ألف قرص كيبتاجون وأكثر من 120 ألف قرص لعقار الترامدول وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 221 مليون جنيها كما تواصل عزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال فقد أصفرت الجهود الأمنية في مجال ضبط قضايا غسل الأموال عن ضبط 7 قضايا في هذا الإطار بإجمال مبالغ مالية بلغت 186 مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان سيطرة أمنية كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية إن عكست على تراجع انتشار المواد المخدرة وعمليات الجلب والتهريب فالأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإتجار وطعات المواد المخدرة وتشهد بذلك النجاحات الأمنية المحقاقة التي تؤكد على اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها تلك الأجهزة لحماية البلاد من آسار المواد المخدرة المدمرة على المجتمع بخاصة الشباب